محمد صلاح مرة أخرى مرة تانية مرة تالتة مرة رابعة مرة خمسة موجود في ترشحات جائزة أفضل لاعب في العالم البالندور حاجة رائعة قائمة فيها 30 لاعب كرة الزهبية محمد صلاح بينفس عليها قائمة مليانة نجوم وأسماء كبيرة فيها استبعاد أو عدم تواجد لكريستيون نالدو لأول مرة من 20 سنة لأول مرة كريستيون نالدو غائب عن الترشحات في هذه الجائزة من 20 سنة من 2003 يغيب كريستيون نالدو ويغيب أيضا على هذه الجائزة نمارد بالمناسبة وأنا داخل كريستيون نالدو كان لتصريحات مهمة جدا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال ومنتخب سلوفاجيا وقال إنه كلم على المنافسة التاريخية بينه وبين ميسي يعني قال إنه خلاص المنافسة بينه وبين ميسي انتهت إحنا فضلنا 15 سنة نتنافس قال جملة مهمة جدا قال مش معنى إنه انت بتحب كريستيون نالدو يبقى لازم ما تحبش ليونيل ميسي إحنا الاثنين كل جميل الكرة في العالم بتقدرنا كل جميل الكرة في العالم كانت بتشجعنا فالمنافسة التاريخية اللي بيننا خلاص انتهت سبحان الله سبحان الله اللي واحد ما كانتش متمنى اللحظة دي تيجي منافسة بين اتنين ربما يكونوا أعظم اتنين اللاعبين على مر التاريخ كريستيون نالدو ولونيل ميسي واحد بقى في أمريكا واحد بقى في السعودية والاتنين مش موجودين في القرى الأوروبية بس لونيل ميسي موجود في هذه المنافسة منافسة الكرة الزهبية البالندور تعالى اقول لك القائمة بالكامل يلا بنا شوف صلاح بينافس مين او مين بينافس صلاح ده المعنى الاضبق يعني جفرديول لعب لايبزيك السابق ومانشستر سيتي الحالي اللاعب الكرواتي المدافع الكرواتي اندريا اونانا حارس مرمى منشستر الناتة الحالي وانتر ميلا السابق وايضا كريم بنزيمة لعب ريال مدريد السابق والتحاد جدة الحالي جمال موسيالة لعب بارنيم يونيخ محمد صلاح طبعا نجمينة المصري الكبير لعب ليفربول وجود بيلنج هام لعب ريال مدريد الحالي وبروسيا دورتموند السابق وبوكايو ساكا لعب أرسنال الانجليزي وايضا كولو مواني لعب انتراخت فرانكفورت السابق والمنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان وكيفين دي بروينا لعب منشستر سيتي برناندو سيلفا لعب منشستر سيتي وكفارس خيلية لعب نابولي وانكولو باريلا لعب انتر ميلا وامليانو مارتنيس حارس مارمى أسون فيلا والمنتخب الارجنتيني روبين دياز مدافع منشستر سيتي ايضا طبعا اللي جعلند مهاجم منشستر سيتي واوديجارد لعب أرسنال وجندجان لعب منشستر سيتي السابق والحالي لبرشلونا ياسين بونو الحارس المغربي لعب أشبلية السابق والحالي للهلال السعودي جوليان الفارس لاعب منشستر سيتي وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رودري لاعب منشستر سيتي قائمة مليانة لعيبة كلها تستحق تقريبا انتون جريزمان لاعب أتليتكو مدريد وليونيل ميسي لاعب باريسان جرمان السابق ولاعب انتر ميامي الأمريكي الحالي لوطارو مارتنيز لاعب انتر ميلا وروبرت ليفاندوفيسكي لاعب بارشلونا كيمين جاي لاعب نابولي ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كليل اما بيه لاعب باريس سان جرمان طبعا كمان فيكتور أوسمن اللي عمل موسم رائع جدا الموسم الماضي مع نابولي لاعب الناجيري مهاجم الناجيري وهاركين لاعب توتنهام السابق وبارميونيخ الحالي دي قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم أما المرشحين لي جائزة كوبة لأفضل لاعب شاب 2023 فيتصدرها بكل تأكيد جود بيلنج هام الانجليزي لاعب بريال مدريد وجافي لاعب بارشلونا جمال موسيالا لاعب بارني ميونيخ وكامافينجا لاعب بريال مدريد بدري لاعب بارشلونا وتشافي سيمونز لاعب اندوفن ولايبزيك الألماني الحالي أليخاندرو بالدي لاعب بارشلونا وأيضا أنتونيو سيلفا لاعب بنفيكا ورسموس هايلوند لاعب منشستو نايد الحالي وأطرانطا السابق إلي وهي لاعب لانس الحالي ومنبليه السابق دول بقى المرشحون لي جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في عام 2023 ويتصدرهم بكل تأكيد ياسين بونو الحارس المغربي حارس أشبلية السابق والحالي للهلال تيبو كورتوة حارس ريال مدريد مايك مينيان لاعب وحارس مرمى ميلان الحارس الفرنسي مارك تيريش تيجن حارس بارشلونا وكابتن بارشلونا إدرسون لعب مانشستر سيتي أو حارس مانشستر سيتي إيميليان ومارتينيز حارس أسلون فيلا والمنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم وأنانا حارس مانشستر يونيتد الحالي والصابق لإنتر ميلا كمان أرون رامز ديل حارس مارمى أرسنل بالمناسبة عام الموسم رائع جدا الموسم الماضي بس الموسم ده بادئ مش قد كده ودومينيك ليفاجوفيتش حارس مارمى المنتخب الكرواتي وفنالبخشة ودينامو زغرب وبرايس سامبا حارس لانس الفرنسي دي كل الجوايس ترجمة نانسي قنقر